بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله طيبين ثم السلام عليكم أيها الأخوة الكرام ورحمة الله وبركاته هل يمكن بناء ديمقراطية حقيقية في ظل الاحتلال؟ وما هو موقف المرجعية من التدخل الأمريكي السافر في عملية اختيار الرئيس ورئيس الوزراء بالذات في العراق نشرت صحيفة الشرق الأوسط يوم الأربعاء المصادف واحد تقريراً أن أمريكا تفرض العبادي مرشحاً وحيداً بالقوة وتهدد معارضيه بعقوبات وكشفت عن ضغوط والتهديدات الأمريكية تمارس ضد أطراف عراقية من قبل الولايات المتحدة الأمريكية بشأن اعتبار رئيس الوزراء الحالي حيدر العبادي مرشحاً وحيداً لرئاسة الحكومة المقبلة مشيرة إلى أن واشنطن هددت بجعل بعض القوى والأشخاص تحت طائلة العقوبات أي واحد يعارض رئيساً يعاقب ونقلت الصحيفة في تقرير لها عن سياسي عراقي قوله أن الولايات المتحدة الأمريكية أبلغت أطرافاً عراقية مهمة أن خيارها الوحيد لرئاسة الحكومة هو رئيس الوزراء الحالي حيدر العبادي بصرف النظر عن حجم الكتلة أو من يكون معه ومن يخرج ومن ينظم لتحالفه وأضافت أن بعض الرسائل الأمريكية بدت ملغومة وتحمل لغة تحذير من أن إصرار كتل أو أحزاب أو شخصيات على مرشحين آخرين غير مقبولين أمريكياً ويمكن أن يجعلهم تحت طائلة العقوبات الأمريكية كقوى وأشخاص مبيناً أن هذا مرتبط إلى حد كبير بتطور الصراع الأمريكي الإيراني وتصاعد فرض العقوبات على إيران حيث أن الإدارة الأمريكية قد تلحق أطرافاً عراقية وليس الدولة العراقية بالعقوبات وأشارت الصحيفة إلى أن هناك مرشحين آخرين غير العبادي ومنهم هادي العامري زعيم الفتح لكن يبدو أن حظوظه في ظل الإصرار الأمريكي على العبادي وكذلك طبيعة النظر الأمريكي للعامري بوصفه قريباً من إيران يمكن أن تقل الحظوظه لافتة إلى أن مرشحي التسوية أو المرشحين المستقلين لم يحسم أمر أي منهم بعد وإنما هي بالونات من جهات معينة سواء لترجيح كفة طرف أو حرقه لصالح طرف آخر وأكدت الصحيفة في تقريرها أن اللاعب الأكبر في تنصيب رؤساء الوزارات العراقية منذ عام 2003 وإلى اليوم هم الأمريكيون مبينة أنهم يريدون هذه المرة الانفراد باختيار رئيس المزراء المقبل هذا التقرير بالحقيقة يكشف زيف العملية الديمقراطية في العراق ديمقراطية بريمر التي يسمونها وأن التدخل الأمريكي يعني هو اللاعب الرئيسي في هذه الانتخابات والنظام اللي مختاريه النظام البرلماني حتى تطلع كتل والكتل بناتها تتحالف وتتشاور وكذا ويلعب الأمريكي بالنص أنه تدعمون هذا يدعموا ذاك لا هذا يجي ذاك يروح وبالتالي يعني الرئيس الذي يجي ينتخب في العراق هو ليس مرشح الشعب العراقي حتى لو فاز بأعلى الأصوات كما فاز المالكي في الانتخابات السابقة جاء أكثر من مليون مع ذلك الإرادة الأمريكية رفضته والعناصر الداخلية في العراق أيضا ضغطت عليه حتى يتنحى ولا يرشح نفسه لمنصب رئاسة البزراء في الحقيقة هذا التقرير معروف يعني ليس سري وأيضا أكدتها صحيفة سومرينيوز أيضا عن سياسي عراقي مطلع من نفس الحديث هذا قاله فالكلام أنه هل يمكن للشعب العراقي أن يحصل على حكومة تمثله حقا ولا تمثل الخارج لا إيران ولا أمريكا ولا أي دول أخرى وكيف ما هي الصيغة بهذه الصيغة البرلمانية الديمقراطية تصبح لعبة بينما الانتخابات الرئاسية هي أقرب ولا أقول تنجو تماما من التدخل ولكنها أفضل انتخابات واحدة تجري ويوم الثاني يتبين منه فاز ومنه ما فاز والتدخل الأجنبي هي أمريكا اليوم الاستخبارات الأمريكية السياعية تشكو من تدخل روسيا حتى في الانتخابات القادمة فضلا عن الانتخابات الماضية الانتخابات الرئاسية تقول أن هناك مؤشرات عديدة أن روسيا تتدخل في الانتخابات النواب الكونغرس النصفي كل سنتين هناك انتخابات فتشوفون يعني هذا صعب أن واحد يتخلص نهائيا ولكن تختلف النسبة أن تكون نسبة كبيرة وسافرة أو يكون تدخل جزئي محدود مثلا وتبقى الكلمة للشعب الشعب يختار حاكمة الديمقراطية تعني أن الحاكم ينتخب من الشعب ولا يفرض من أي جهة أخرى السؤال الآن عن دور المرجعية التي تدعم هذا النظام النظام البرلماني وتدعم النظام الحالي الموجود في العراق أنها يعني هل تقبل بأنه الإرادة الشعبية العراقية النظام الديمقراطي العملية السياسية تخضع لإدارة المحتل ولسيطرته ولهيمنته ولماذا لا تفكر في دعم العملية بصورة تدعم الاستقلال العراقي وتسبحوا للحظة يعني لاحظنا منذ حدوث الغزو الأمريكي العراق واحتلال العراق أن المرجعية مثلا توجهت نحو بناء النظام العراقي نحو المساهمة في بناء هذا النظام والدعوة إلى الدستور وثم الدعوة إلى الانتخابات وتأليف القوائم ولكنها لم تأخذ في بالها موضوع الاستقلال فلم تتعرض للاحتلال لم تتحدث عن الاحتلال لم تدعوه بكلمة أن هذا الاحتلال يجب أن يزود ولا يجوز أن أحد يتعاون مع هذا الاحتلال وأنه يجب أن العراق يحصل على استقلاله هذا الموقف عجيب كان بالحقيقة من المرجعية ولا يزال الموقف عجيب أنه هي تلتفت إلى أشياء جزئية أحيانا وأنه ما أتحدث عن مكتب الفتوى الذي يطلع فتوى عجيبة غريبة وأشياء بسيطة جدا وغير ذات أهمية لا أتحدث عن سيد السستاني سيد السستاني رجل كبير بالسن ومحاط بين حاشية عنده ابنه وآخرين مثلا وهو يعني قابل أن يكون هو المرجع الأعلى وبالتالي يمكن واحد يقول أنه المرجع ما يعرف ما يسمع ولكن ما أعتقد بها الصورة أنه ما يعرف أنه هناك احتلال وهناك هيمنة أمريكية وهناك يعني تدخل في كل شيء بصورة أو بأخرى صحيح الاحتلال خرج من الباب ثم عادة من الشباك بحجة يعني محاربة داعش وداعش هي أيضا كانت شبهات كثيرة أنه هي مدعومة ولا تزال داعش تلعب في الساحة وورقة تهدد بها أمريكا تهدد بها العراق أنه أي وقت أنتم ما سمعتوا كلام أو ما أعطعتوا فداعش موجودة يمكن يشتاحون مرة ثانية ويدعمون مرة ثانية فلماذا المرجعية ما تفكر في يعني في تحرير العراق حقيقة في تدعيم ركائز الاستقلال حتى ومن ركائز الاستقلال ومن ألامات الاستقلال بناء نظام ديمقراطي رئاسي عادل ليعبر عن ضمير الشعب وعن إرادة الشعب فالمسألة تامة ترابطتان الاستقلال والديمقراطية لا يمكن بناء ديمقراطية حقيقية في ظل الاحتلال والهيمنة الأمريكية سير الديمقراطية لعبة شفته يعني أول شيء كانت هناك دعوات لرفض إجراء الانتخابات العام الماضي بعد تحرير الموصل لما طلحت الانتخابات كان هناك جدل أنه نجري انتخابات أو لا لأنه إذا أجريت سيفوز فيها مثلا الحجد الشعبي كان هناك مخاوف فكانوا يحاولون تعجيل الانتخابات والتمديد لمجلس النواب ثم عندما قررت المحكمة إجراء الانتخابات وأجريت صار لعب بالانتخابات صار تزوير وصار مماطلة والآن حوالي ثلاثة وش رح يصير وبعدهم يعدون الأصوات ويفرزون والله أعلم بعد ما تخرج النتائج أيضا متى ستجتمع اللجان ومتى تكرر تجتمع الكتل يعني وتشكل الكتلة كبرى لكي تدخل في مجلس النواب وتنتخل رئيس الجمهورية ثم رئيس الوزراء والآن يأتي هذا التهديد الأمريكي عبر هذه الصحيفة السعودية بصورة علنية سافرة أنه إذا صعدت ونزلت ورحت وشركت وغربت كل هذا ما يفيد أمريكا تريد فلان واحد يجي للرئاسة وعلى جميع أنه يخضع ويعني يتآلف مع هذا الواقع والسابقا كان فيه نوع من التفاهم بين إيران باعتبارها هذا قوة كبيرة من خلال الأحزاب المؤيدة لها أو صديقة لها يعني ما كانت أمريكا تنفرد تحاول أن عنص تتفاهم مع إيران الآن إيران أمريكا في حرب مع إيران حرب اقتصادية وسياسية فتريد أن تنفرد حتى تتخذ من إيران قاعدة للهجوم على إيران لمحاربة إيران لمحاصرة إيران وحتى هذه أزمة الكهرباء اللي مرت بنا هذا الشهر الماضي أيضا اتضح أنه أمريكا ترفض إعطاء أموال لإيران تسديد الديون تسديد أجور الكهرباء أو الغاز اللي يشغل بعض محطات الكهرباء واللي آتي من إيران فأيضا شوفوا تدخل حتى في مسألة الأمران ومسألة الحياة أنا ممنوع ممنوع أحد يتعامل مع إيران ولازم يحاصرها يعني يتخذ العراق قاعدة لمحاربة جار وقف معنا في أيام الشدة هذه مو مشكلة مو مهمة للأمريكان المهمة الآن العراق يصطف إلى جانب أمريكا وإلى جانب المحور السعودي الإسرائيلي حتى وأيضا شفته كان في خبر ما أعرف إذا صحته أنه الفريق الرياضي العراكي سيلعب مع الفريق الفلسطيني ويمر على الحدود الإسرائيلية ويطمعون جوازه وهذا أيضا أنا أعتقد من يعني من الضغط الأمريكي على العراق حتى الفريق الرياضي يعمل تطبيع مع إسرائيل فالأمر لا يقتصر على الكهرباء أو الرياضة في كل شيء يمكن يدخلون ويهيمنون ويمنعون عملية إعادة بناء العراق وعمراني وحتى هذه 15 سنة ما قدروا يحلون مشكلة الكهرباء يعني في شيء عجيب غريب يعني هل تشوفوا الآن يعني السعودية تقول أنا خلال السنة أبني لكم محطة وأحل مشكلة الكهرباء ومحطة على الشمس محطة شمسية طيب ليش العراق ما يسوي الأشياء ليش ما يجيب مثلا محولات ليش ما ي أشياء حلول بسيطة ولكنهم أنا أعتقد ممنوع يعني هناك قصد لتفشيل الحكومة وقصد لإبقاء الأزمات متفاكمة بالعراق حتى لا يستطيع المواطن العادي يفكر في أشياء أخرى تذكرون أيام صدام حسين الأزمات المفتعلة على البطاطا وعلى البندورة وعلى الطماطة وعلى خيار يومي أزموا على البيض والناس واكفين صرف طويل يا بشين يريدون أن يشترون طبقة بيض أو يشترون كيلو طماطة أو يشترون كذا يعني هذه أزمات تفتعلها الحكومات ومن وراء الحكومات الآن إذا الحكومة تشتغل عدل غير مسموح لها أن تفعل ذلك فأنا أرى الحقيقة لا يمكن بناء العراق ولا يمكن بناء ديمقراطية حقيقية ولا يمكن الشعب يساهم باختيار مسؤولي كما يريد ويحاسبهم كما يريد في ظل الهيمنة الأمريكية وما لم نتخلص من هذه الهيمنة وهذا الاحتلال المبطن لا يمكننا فعل شيء فماذا ترون أنتم الجواب عدكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته